اهلا وصفتنا اليوم راح تكون من المطبخ الروسي لكيكز العسل صراحة اول مرة اسويها دايما اشتريها جاهزة فراح اسوي الكريمة او شي عبارة عن كريمة خفق وكرامل جاهز وكريمة حامضة وراح حط بالسلاجة وعلى النار راح حط الزبدة والسكر والعسل اقلبهم مع بعض وبعدها راح اخر شي حط بكربونات الصوديوم وخليها تبرد تماما بعد اضيف البيض تدريجي والدقيق تدريجي لانت تتكون معي عجينة بهذا الشكل اغلفها بالنيلون وحطها بالسلاجة من 20 الى 30 دقيقة وبعدها راح افردها بهذا الشكل طبعا العجينة تكفي كيكة واحدة كبيرة او ممكن 3 او 4 كيك ميني اختصار للوقت سويت حجم ميني عشان اوريكم الشكل النهائي وكان سهل تزيينها صراحة وطبعا مثل ما تشوفون بديت ازيينها الكريمة شوي كانت سائلة ما كانت متماسكة بس مش الحال في الاخير زينتها وغطيتها بالبسكوت المطحون او يعني من نفس الطبقة الطحنت الزايد طبعا حطيتها من الليل بالسلاجة قصيتها معكم عشان تشوفون الطبقات صراحة مرة غيبة انصحكم تربونا